في تأكيد واضح على تبدل مسار الدعم الروسي المطلق لنظام الرئيس بشار الأسد أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفادف تقديم كل المساعدة اللازمة لمهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لحل الأزمة السورية قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لسوريا لتجنب حرب أهلية دامية وطويلة سنقدم لكم دعمنا الكامل على أي مستوى ونأمل بقوة أن تكون لجهودكم نتيجة إيجابية من جهتها أكد أنان أنه بحاجة لدعم قوي من روسيا من أجل النجاح وفيما ننضي قدما سأستمر في الاعتماد على دعمكم وأعتقد أنكم على حق في القول أن سوريا لديها اليوم فرصة للعمل معي وهذه عملية وساطة لوضع نهاية للصراع والقتال وللسماح بوصول المساعدات الإنسانية فضلا عن الشروع في العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تسويات سلمية ولم يشر أنان ولا مدفادف إلى الرئيس السوري بشار الأسد أو مطالب المعارضة بإطاحته واجتمع أنان أيضا في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف الذي اتفق معه على الحاجة لبذل جهود إضافية من قوى دولية وإقليمية لحل الأزمة السورية وفي موازات الليون الروسية اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان الذي التقاه في سيول على ضرورة إرسال مساعدات غير عسكرية إلى المعارضة السورية بما في ذلك معدات اتصالات وأمدادات طبية من غير المعقول أن نشاهد فقط وأن لا نتدخل إنه واجبنا الإنساني ونحن نحاول أن نفعل ما هو ضروري في إطار القانون الدولي وسنفعل ذلك وسط هذه الأجواء كان الإخوان المسلمون في سوريا يعدون العدة لما بعد الأسد مؤكدين التزامهم بدولة مدنية حديثة في سوريا بعد سقوط النظام تحارب الإرهاب وتحترم العهود الدولية وإلى العراق وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للإعداد للقمة العربية مؤكدا أن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون مطروحا خلال القمة التي تستضيفها بغداد في 29 الجاري ترجمة نانسي قنقر